موسيقى مشاهدي الفضايا تشادية أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم النشرة الأخيرة لهذا اليوم استقبل زهر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو بمقر إقامته بمدينة مجرس حضرة إقليم إندي الشرق السيدة مارين لوبين مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مزيد من التفاصيل في تقرير زمير رشاد حسن طه مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو لسيدة مارين لوبين مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية الرئاسية المقبلة والوفد المرافق لها تدخل في إطار زيارتها التي تقوم بها لجنود الفرنسيين المتواجدين في شاد من قوة البركان وخلال المقابلة التي حضرها مدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية وبعض معاملين فخامة رئيس الجمهورية في المكتب المدني والعمل العامة أشهدت مارين لوبين بدور فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو في محاربة الإرهاب والتصدي لخطر بوكو حرام وإرساء دعائم الديمقراطية في البلاد مثنية على الجهود التي تبذلها مجبوعة الدول الساحلية الخمسة في مجال محاربة الإرهاب ونشر ثقافة السلام في أوصات المجتمعات الأفريقية والدولية وعن القوات الفرنسية المتواجدة بشاد ضمن قوة البركان أكدت لوبين بأن فرنسا جادة في مساعيها الداعمة للأفارقة في محاربة الإرهاب بشتى أنواعه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو قال إن العلاقة الفرنسية الشادية قديمة وقوية في كل المستويات وأن شاد ساعية في طريقها لمحاربة الإرهاب وتحديدا جماعة بوكو حرام التي تزرع الروب في نفوس المواطنين الأبرياء مشددا في الوقت نفسه بأن شاد تشجع وتدعم قوة البركان التي ما زالت تؤدي دورها ومهامها في مجال محاربة الإرهاب والمساهمة في بص السلام وتحقيق الاستقرار مارين لوبين مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عقب خروجها من المقابلة أكدت استمرارية التعاون بين فرنسا وجاد مسنية على دور فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو الرامي إلى إحلال السلام في القارة الأفريقية مضيفة بأن المقابلة سمحت لها مناقشة الوضع في دولة ليبيا ومن المتوقع أن تزور لوبين الجنود الفرنسيين المتواجدين في جاد ضمن قوة البركان ترجمة نانسي قنقر